رواح الخير او مسائل خير على حسب التوقيت اللي بترفوني فيه معاكم شاما اعطيه والنهاردة نعمل وصفة حلوة جدا جدا طريقة سهلة ووسيطة ومش مكلفة اي حاجة خالص كمان رخيصة قبل ما نبدأ نصلي على الرسول ويلا بينا على المقاذير الخطيرة يلا بينا وصفة النهاردة هي عبارة عن نقائق صوري نقائق لحمة ونقائق فراخ تمام هي شبيهة للصوسيس في ناس كتيرة جدا بتقول عليها صوسيس بس هي في الاصل مش صوسيس هي نقائق فراخ ولحمة في وصفة النهاردة هعمل مكس ما بين الاتنين يلا بينا على المقاذير معي نصف كيلو مشكل من النقائق معي الطماطم متقطعة كتعة صغيرة معي فلفل حامي وممكن فلفل الوين معي بصل شرايح كده معي سبع بهارات مكعب مرأ ملح فلفل اسود وشطة اختيار مش اجباري هنا بقى جبت الجريل بتاعي او صنية او ووك على حسب المتوافرة عندك معلقة ومعلقتين كده كبار من الزيت اهم حاجة الزيت يكون ابيض وما يكونش ليه ريحة واسيبه يسخن كده شوية واول ما الجريل يسخن معي بالشكل اللي انتو شايفينه ده ابدأ انزل بالميكس النقائك معي اللي هو النقائك اللحمة والنقائك الفريخ تمام؟ وهدي تشويحة كده بسيطة حد هيقولي بنعمل لحمة وفريخ مع بعض تجربوه وجه تخسروا حاجة تمام؟ هقلب بس كده كويس لحد ما تاخد صدمة وتاخد لون من النحيتين وهوريكو ازاي؟ انا في المرحلة دي بس للاسف المقطع ده تحذف اه قطعت النقائك اه بالشكل ده وكمان حطيت البصل ودأت ان انا اشوح البصل فيه لحد ما يدبل معي وياخد لون برضه اهم حاجة يدبل ما يتحرقش خدوا بالكم واداية طبعا مستمرة في التقليب شايفين؟ اهو مستمرة في التقليب طبعا البصل ده ممكن تقطعوه جوليان ممكن تقطعوه كتعة صغيرة برضه التقطيع على حسب ما انتو بتحبوه على حسب ما انتو بتفضلو في الاكل تمام؟ اهو اه ممكن تسيبوه النقائك تسيبوها سليمة وممكن تقطعوها حلقات او مكعبات او كتعة صغيرة او نصين انا هنا في الحتة دي قطعتها نصين وفي حتة صغيرة مقطعة هنزل بالتماطم والفلفل مع بعض تمام؟ ممكن فلفل حامي ممكن الوان على حسب برضه الرغب والتقطيع على حسب رغبتك وهبدأ هقلب بقى تقليبة حلوة كده ايوان طبعا حد يقول لي هتحطي مية الكلام ده كله مش هحط اي حاجة خلص شايفين؟ هبدأ بقى انزل بالفلفل الاسود وكمان بالملح وكمان بالبهارات وهنزل بالشطة الشطة اختيار يا جماعة تمام؟ وافضل اقلب تقليبة كده حلوة ممكن بقى في المرحلة دي تحطي معلقة من الطماطم الجهزة صلطة الطماطم الجهزة وبرضه بتنقلها لمكانة تانية خالص بس النهاردة اكتفيت بالوصفة تكون سهلة وبسيطة وكمان مكنت مكلفة اي حاجة وكمان اطفالك يقدروا ان هما يعملوها جدا يعني يساعدوك فيها بطريقة سهلة وبسيطة مفيش اسهل من كده اهو بقلبها بقى بشوحها تشوحتين كده بصوت بحيث ان البصل والطماطم والفلفل وكل حاجة تتجانس من بعدها وكمان تاخد من طعم الميكس النقائك النهاردة وهتبقى بالشكل ده وكده استويت معي وجهزت ويلا بينا نقدمها ونشوف شكلها عامل ازاي شايفين؟ شكلها خطير شكلها حلو جدا جدا كمان لو عندك بقدونس كده تجرنوشيها بقدونس تحفى طبعا تيجي بقى تقدميها ممكن فيه ناس بتاكلها جنب مكارونا فيه ناس بتاكلها جنب بطاطي الصابع وكمان فيه ناس بتاكلها جنب رز ابيض او رز بسمتية او صلاطات على حسب الرغبة والحسب المطافر عندك جربوها بالطريقة دي هتعجبكم اوي قولولي رأيكم في التعليقات او الكومنتات واللسه مجربهاش اتمنى انتو تجربوها اتعجبكم اوي 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 وده طبعا كان الفيديو معي النهاردة اتمنى الفيديو يكون سهل و بسيط ويكون طريقة شرحة كويسة قبل ما اختب معاك ولايك وشيروا مشاركات كتيرة اوي 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 وشجعونا عشان نزلوا صفات اكتر واكتر شوفوا شاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا رب العالمين شوفوا شاكم بخير وباي باي